دكتور حمد كيف تقرأ المشهد اليوم في الشرق الأوسط والارتدادات الإقليمية لإسرار إسرائيلي على توسيع دائرة الصراع؟ طبعا إسرائيل بتتحرك على الكثير من المحاور من أجل زيادة حدة الصراع في الشرق الأوسط بدأت تنقل الأحداث والتوترات خارج قطع غزة وتقوم بنقلها سواء إلى سوريا باغتيال القائد في الحرس السوري الإيراني وبعدها التهديد من قبل نتنياهو باجتياح ومحاولة السيطرة على محور صلاح الدين أو محور فلاديفيا ثم بعد ذلك التحرقات الواضحة من أجل إدخال لبنان في المعادلة السياسية والعمل على جرها في حرب شاملة ومفتوحة وذلك حدث بشكل واضح من اغتيال نائب رئيس الحركة المكتب السياسي لحماس العروري وده بيؤكد على أن هناك استراتيجية واضحة بتتعامل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي للعمل على إطالة أمد الصراع واتساعه بما يخدم مصالح هذه الحكومة المتطرفة التي تسعى للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة على اعتبار أن هناك الكثير من التحديات بتواجه هذه الحكومة سواء على المستوى الداخلي ومن خلال أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل خلوج حكومة نتينياه من المشهد قاب قوسين أو أدنى هذه المعطيات ستؤدي قولاً وحيداً إلى أن يكون هناك توطرات كبيرة في الشرق الأوسط قرة التلج ستكبر يوم بعد يوم في ظل أن نشهد نوع من أنواع التوتر الشديد ولكن الآن ليس فقط داخل قطاع غزة باعتبار أن الجيش الاحتلال لإسرائيل لم يحقق حتى هذه اللحظة أهدافه داخل القطاع بتصفية قادة المقاومة أو حتى السيطرة على الأرض أو حتى تحقيق هدفه الرئيسي المعلن وهو محاولة الحصول على أسراء ولكن هذا الحصول يتم بالتفاوض وليس بالحل العسكري وهو ما فشلت فيه حكومة نتينياه وبالتالي بدأت تبحث عن نصر زائب بدأت تبحث عن تحقيق هدف يحاول أن يضمد الجراح الإسرائيلية لدى الشعب الإسرائيلي كل هذه المعطيات بالإضافة إلى ضغوط أمريكية كبيرة على حكومة نتينياه والآن لكي يتوقف عن الحرب وبالتالي هي تسعى إلى اتساع دائرة الصراع حتى لا تخرج من المشهد وتستمر في حكم إسرائيل لفترة طويلة باعتبار أن أدارة بايدن لم تنفذ المطالب الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة المتطرفة التي تسعى لتصفية القضايا الفلسطينية كل هذا الدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية إدارة بايدن لإسرائيل ولم تنفذ مطالب إسرائيل نفذت مطالبها عسكرية لأنها تدعم الدولة ولكن لا تدعم الحكوم هناك فارق شاسع بين دعم دولة إسرائيل حتى لا يتم تهديد أمن إسرائيل كدولة ولكن حكومة نيتينياهو المتطرفة والوزراء المتطرفين اللي بيوجهوا بغضب كبير من قبل الإدارة الأمريكية وأتحدث هنا بشكل واضح عن سموترش تصريحات يعني في غاية التطرف في غاية التطرف وده بيواجه لأن النهاردة فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة يعني الكثير من كل دول العالم أدانة تصريحاتهم المتطرفة بضرورة أن يتم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ونسف مبدأ حل الدولتين وبالتالي أرى أن المشهد بشكل عام لا يسير لصالح حكومة إسرائيل في الفترة القادمة